السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم من جديد متتبعي قناة الطبخ معي يوسف انتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير اليوم جبت لكم اقتراح طاولة غداء واللعشاء نوجدوا فيها اسهل طبق سباكيتي اللي رفقتوا بصدر الدجاج بواحد لصوس واش نقولكم حقا تستحق تجربة وزيت وجدت لكم ثاني كافا صون سنيكرز بواحد طريقة مبسطة واكيد بزف بنينة تابعوا الفيديو حتى الاخير وجربوا الوصفات على اليوم وارجعوا لي رأيكم في التعاليق نبدأ بالتحلي على بركة الله في كسرنا نحط 150 غرام من شوكولة ما يعادل باطة ونص انا هنا استعملت شوكولة بالحليب كما تقدروا تستعملوا اي شوكولة متوفر عندكم في البيت ونحاول نقسمها هكذا الى اجزاء صغيرة نكمل نحط عليها 250 غرام زبدة ولا مارغارين ونحط الكسرنا داخل الكسرنا اخرى فيها كمية عما باش يدوب كلش انباماري نكسر خمس حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة تمبراتير نحط عليها رشة ملح ونخلط بالباتر من بعد نزيد عليها 250 غرام السكر ونكمل نخلط بالباتر حتى وين الخالطة يولي ابيض والحجم تاعه يتضعف في هذا الوقت الشوكولة مع زبدة يكون وذاب ومليح هنا نحاول نحط هذا الخالط على البيض مع السكر غير بشوية هكذا على شكل خيط برك بلا ما نحبسوا الباتر حتى وين نكملوا الكمية بتاع الشوكولة بالزبدة في هذا المرحلة من المفضل تعملوا الباتر باش يجي البيسكو يخفيف واللي مش يمتوفر عنده يحاول يخدم بالفوي لكن يطلب شوية جهت نكمل نخلط مليح حتى وين يتجانس الخالط ونزيد عليها 30 غرام كاكاو مغرب لها بينشير وهنا نكمل الغرب بالاسباتول حتى يدخل مليح الكاكاو في الخالط من بعد نغرب عليه 120 غرام فارينا من المستحسن منحطوها شعلا خطرة نقسموها على زوج ولا على ثلاث مرات وكل مرة نحاول ندخلها بالاسباتول حتى نتحصلوا على هذ قاوم الأملس هننفرغوا في البلاتو اللي سبقت له بابيه كويسون باش يسهل ندموليه في الآخير هذا البلاتو عنده 30 على 40 سنتيمتر نخبط شوية البلاتو باش يخرج كامل لهو اللي فيه من بعد نحطوه في الفرن على 180 درجة لمدة 20 دقيقة وهذا هو الشكل تاعه بعد ما نخرجوه من الفرن هننحاول ندلو الثقوب باستعمال بيك بروشات من هذيك الجهة الخشينة هذ المرحلة رايحها تساعد الكيكة في شرب صلصة الكرامال اللي رانا رايحين نزيدوها من الفوق اللي ما نحتاجوش نشربوها بالحليب ولا بالقهوة نجوزو نوجدو الكرامال في كسرنا نحطو 150 غرام سكر على نار هادئة ونخلوه يتكارميليزا بلا ما نمسوه بحتى مغير فا حتوين يدوب معانا كامل السكر ونتحصلوا على هاد اللون اهلا ما نخلوه شي تحرق وتولي الله كله ارتعوه بزا فونسي لانه الذوق دياله يولي يمر في هاد المرحلة نزيد عليه 200 غرام من الكريمة كريم فريش نزيدوها تدريجيا نغرب شوية ما نحبسوش تخليط حتوين يدوب كامل هذك السكر ونتحصلوا على هاد الكرامال المتجانس نحطوا عليها مغير فا صغيرة مع مره زبدة ولا مارغارين ونكمن نخلط ديما فوق النار متوسطى حتوين يدوب كامل زبدة كنا حيوهم فوق النار نزيدو عليها رشة ملح صدقوني هذا الاضافة راح تعمل فرق كبير في الزوق وهنا نزيد 180 غرام من شوكولا البيضاء وهذا هو السر باش الكرامالي يجيكم خرم هذك اللي تشريو صدقوني هذ الكرامال يجيكم برفي نخلط كل جحتوين تحصل على هذ القوام في الاخير نحط عليه كيس كوكاو محمص وبارد نكمن نخلطه بياه من بعد نحطه فوق الكيك نحاول نوزعه ملح من الفوق من بعد نغطيه ونخليه في الثلاجة يبرد الى وقت التقديم نجوز ونوجده الطبق الرئيسي عندي زوج صدور جاج أنا صدرتها جاج اللي رهم توفر عندي صغير هي لكيفالون صدرتها جاجها كبيرة نقطعه على زوج بهذه الطريقة كما راكم تشوفوه ونكمل هذ الكمية اللي عندي ونتبله بمغرفة ملح ونزيد عليه نصف مغرفة فلفل لكحل مع مغرفة كاري او الكوري وباش تمشي معنا تتبيله نكمن نحط مغرفة زيت زيتون ونحاول ندخل مليح توابل في الجاج اهلا من الافضل استبلوا الجاج على الاقل الساعتين من قبل باش يشرب بمليح مليزي بيس أنا هنا طيبته مباشرة في نفس الوقت درت الماء في طنيجرة باش نطيب فيها سباكيتي نكمن نحط لها الملح والزيت في مقلة نحط لتمغارة في الزيت ونخلوها تسخن هنا بعد مغلة الماء نحط لي بات ديالي الزيت تكون سخنت نحط عليها الجاج النار تكون قوية لانه الهدف تاعي هو انه نعطي له تحميره لسكالوب ما شي انه نطيبه نحط كامل الكمية اللي عندي ونخليهم يتحمروا شوية لو طون جوز نقطعه حبة بصل في الرقيق ولا مقدرتوش تقطعوها هكذا رقيق معلكم غير تسكرف جوه نكمن نقطع كمية تعمى عدنوس مع سنة ثوم اللي سكالوب تحمره من الجيهة الأولى نقلبوه الجيهة الثانية ونخلوه يأخوذ اللون في مقلة أخرى نحط زوج مغارة في الزيت نحط عليهم نصف كمية تعمى الثوم اللي قطعناها ونحمسوها مليح في الزيت نكمن نحط عليها نصف غير فففر الحمر البلدي كما تقدروا تستعمل الففل الخضر لنقطع رقيق كي تحمس كلش مليح نمرق بالماء بتاع سباقيتي نحط حوالي تروالوش نخليها حتاوين تغلى نزيد عليها نصف كمية تعمى المعدنوس اللي قطعناها من بعد نزيد سباقيتي اللي سفيناه في الماء نخلطوه كلش هنا رح يتبان شوية نشفة نزيد لها شوية من الماء اللي طيبت فيه سباقيتي حوالي ثلث ورارف نكمن نخلط نغطي على المقلة ديالي ونطفي عليها من جهة أخرى اللي سكالوب ديالي تحمر مليح من جهة ثانية نحيهم المقلة ونحطوه في طبسي فهذه كل المقلة نفسها نراني رح نوجد لصوص تعلو بولي نزيد عليها ديراكتمو مغير فزبدة كيد ذوب نحط عليها البصل اللي قطعناه من قبل ونخلوه يتقل ونبعد نزيد عليهم الثوم اللي بقى ونكمن نحط مغير فا ونصفة رينا خليها تتحمس مع البصل والثوم باش ما تجيش ريحت الفارينا فلا السوس وهنا نحط كاس حليب ونخلط كلش من بعد نتبل بنصف مغرفة ففل ونصف مغرفة ملح هنا ما نكثروش الملح لان وراني رايح نستعمل صويا سوس نزيد كاس ثانية الحليب لتو استعمل زوج كيسان من بعد نزيد زوج مغارث صويا سوس نخلط كلش ونزيد عليها المعدنوس اللي قعد لي وكي تغلالها السوس نعود نرجع الجاج اللي حمرنا من قبل ونخليه يشرب شوية ويكمل طياب بتاعه هذه هي الأطباق ديالي بعد ما وجدت نحطه شرائح دجاج في طبق تقديم نأخذ أمور سو ونقطع لكم باش شوفوا كيف شجاب الداخل شوفوا الله يبارك صدقوني حقن هذا الوصفات استحق تجربة كم ندري سلاسية ديالي ونتلاقاه في طاولة التقديم هذه هي الطاولة ديالي بعد ما وجدت يعني خفيف ضريف جوز ونكملو لديسير ديالنا هذا هو الشكل الكيكة بعد ما برد و جمد الكرامل عندي علبة شوكولاتة بالحليب اللي احتتها دونزين باماري كي تذوب نوزعها فوق الكرامل ونخليها تدفى شوية أنا اقطعتها بذل الأشكال اللي راكم تشوفوا فيها تقدروا تديروا الأشكال اللي تفضلوها إلى الفيديو الجاي بتربحوا إن شاء الله اللي اشتركوا في القناة